مستشفى الشفاء أو مستشفى مصرات المركزي يقفل أبوابه والأسباب متعددة ما دم المواطن في ذلك فبعد راس الطوبة تم الانتقال إلى مستشفى الشفاء وهو مهيئ على أساس أنه مستشفى خاص حيث يصل عدد الولادات داخل المستشفى إلى 7000 ولادة سنويا من داخل مصرات وخارجها وذلك بمعدل 170 حالة ولادة في الشهر ما بين ولادة تبيعية وعمليات قيصرية مبرمجة ومستعملة كما تقدر نسبة الولادات من خارج مصرات بحوالي 20.5% يحدث كل هذا في ذل خدمات تشكو كثرة الازدحام وقلة الأسرة إلى جانب تهالك المبنى المهدد أساسا بالسقوط في أي لحظة اللي صار أن المياه أصبحت تطلع علينا من تحت يعني مياه المياه الجوفية ومياه نسبة المياه الآن وصلت تقريبا إلى 25 سانتي هذا يعني بالإضافة إلى أن عاملات النظافة وبرك الله فيه وجزاء الله خيرا أنه يحاولوا بقدر الإمكان أنه نسيقوا فيه لكن باستمرار المياه أصبحت تطلع ونحن مش عارفين حتى من وين تطلع المياه هذه إلا أن المعاناة ازدادت بسبب مياه الصرف السحي حيث تطفو المياه على سطح المستشفى بسبب غزارة الأمطار وتتسرب إلى غرف العمليات مخلفة وراءها روائح كريهة ما أثر على آداء الموظفين وحالة المرضى داخل المستشفى حيث وصل منسوب المياه إلى 25 سنتيمترا وهو أمر أرهق كاهل عاملات النظافة حجرة العمليات لدينا أجهزة أجهزة التعقيم أجهزة التخذير وكلها متوصلة بكهرباء والنسبة الضيية تصل إلى 380 فولت وبالتالي نخاف من حدوث الالتماس وفعلا بالفعل حدث التماس في صخانة حجرة الممرضات حتى الصخانة راح تلونها أسود بالكامل وحرصا على سلامة المرضى وسلامة العاملين وحرصا على سلامة الأجهزة الطبية كذلك المتواجدة في غرف العمليات التي تشتغل بالكهرباء وتخوفا من حدوث التماس كهربائي وهو ما سبق أن حدث فعلا في حجرة الممرضات داخل المستشفى وذلك بسبب احتراق سخانة يجد المبنى اليوم نفسه مضطرا إلى غلق أبوابه وتوقيف العمل يوجد في مدينة مصراتة أكثر من مبنى شبه جهز لانتقال للنساء والتوليد المبنى لحد الآن يعني دار المسنين أعتقد أنه حسب معلوماتي يوجد به من 17 إلى 24 نزيل هذين باستطاعتهم أن يجرونهم فيلا داخل مصراتة ينتقلونها والتحلل الكارثة الموجودة التي قاعدة في قسم النساء والتبليد بالأطفال إضافة إلى مأساة السيولة ومأساة الغلاء تأتي مأساة المستشفى لتزيد من حدة معاناة سكان مصراتة في ذل عدم توفر مقر جديد يفي بالغرض أو بالأحرى عدم استجابة الأطراف المعنية بتوفير مبنى خاص قد يكون قادرا على إيجاد حل للتولد والنساء والأطفال في مبنى جديد مثل دار المسنين ترجمة نانسي قنقر